في إطار جهود الدولة المصرية في موجهة تغير المناخ وتزامنا مع انطلاق قمة المناخ كوب 27 تشهد المنطقة الخضراء عددا من الفعاليات والأنشطة التي تديرها اللجنة المنظمة تزامنا مع القمة وتستهدف تلك الفعاليات إطلاق الحوار بين مجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية ومجتمعات السكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين وبيوت الأزياء من جميع أنحاء العالم وذلك للتعبير عن أنفسهم وسماع صوتهم وتعزيز التفاهم والتوعية والتعليم من خلال عقد الفعاليات والعروض الثقافية ويرش العمل والنقاشات وتتميز المنطقة الخضراء بوجود عدد من المناطق الجاذبة للتصوير وأيضا المشاريع المبتكرة من الشباب المصريين تمشيا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة